خلال سنة 2019 استمرت معاناة اليمنيين من سياسات التضييق التي يتبعها الحوثيون في كافة المجالة الاقتصادية والاجتماعية في ظل جمود مسارات الحل السياسي التي تشرف عليها الأمم المتحدة وبينما ظلت بنود اتفاق الفديدة حبرا على ورق على الرغم من مضي أزيد من عام على توقيعه نجح مؤتمر جدة في توحيد الجهود في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الشرعي اليمنية لمواجهة الخطر الحوثي معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي اليمني سيد منصور صالح أهلا بك سيد منصور معي في برنامج المساء على سكاي نيوز عربية كل عام وانتبه الفخير بداية سيد منصور دعنا نذهب ونتطرق إلى الملفات المختلفة في الشأن الملف اليمني أولا موضوع الحل السياسي في 2019 لم نشهد أي أمر كان في مفاوضات في ستوك هولم لم تنجح في التطبيق فيما بعد ما أفق يعني أولا كيف قرأت في 2019 ملف الحل السياسي السلمي في اليمن وما هي آمالك في 2020 مساء الخير أخي ماجد وعام ميلادي جديد كل عام وأنت والبشرية جمعه بألف خير بمناسبة قدوم العام الجديد 2020 الذين تمنى أن يكون عام للخير والسلام على المعمورة أجمع اليمن في عام 2019 ربما لم يختلف عن عام 2018 أو 17 أو 16 أو حتى 15 لكننا نعتقد بأنه خلال عام 2019 ربما كانت القهود أكثر باتقاه الحل السياسي وتوفرت هناك العديد من الفرص التي كان يمكن أن يبنى عليها لإحلال السلام ومن ذلك اتفاق ستوك هولم الذي تم توقيعه في الثامن عشر من ديسمبر قبل عام ونحو نصف شهر من اليوم لكن هذا الاتفاق للأسف قوبل بالتحايل وعملية الاتفاف كبيرة من قبل الجماعة الحوتية التي سعت لإفشاله على الرغم من أنه جاء لمصلحتها وأنا ربما في ذات اليوم وقلت هنا على قناة سكاي نيوز بأن هذا الاتفاق قال ليلبي مصلحة حوثية خالصة خاصة وأن مدينة الحديدة كانت على غوشك أن تسقط في أيدي قوات العمال فقال هذا الاتفاق لإنقاذ هذه المدينة واستغلت الميليشيات هذا الاتفاق لعملية تحشيد وبناء متارس ولتعزي الأفراد بعيدا عن الغطاء القوي لقوات التحالف العربي الذي كان يمنع تقدم أي قوات أو تعزيزات لميليشيا الحوثي إلى محافظة الحديدة وعد ذلك فيما يتعلق بهذا الاتفاق لم يتحق أي شيء من بنودها وعلى هذا الأساس ربما استفاد الحوثيون كثيرا في تعزيز وجودهم في الحديدة ووقف تقدم قوات العمالقة والقوات المشتركة وبالتالي تمكن الحوثيون أيضا من الدفع بالتعزيزات إلى جبهات أخرى على المسارات الأخرى للأسف تواصل ونقولها بأسف الفشل الحكومي في إدارة الأوضاع سياسيا وقتصاديا وعسكريا وبدلا من أن تتم معلقة الأخطاء التي حدثت خلال السنوات الماضية في معركة مواجهة ميليشيا الحوثي وحتى في الظل ما بعد توقيع اتفاق الرياض الذي يقع في الخامس من نوفمبر الماضي بهدف توحيد جهود القوات المحسوبة على الشرعية أو قوات التحالف العربية مع القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي مع القوات التابعة للشرعية في المعركة الأساسية في مواجهة ميليشيا الحوثي لوحظنا حتى أنه في إدارة الشرعية وكما تحايل الحوثيون على اتفاق الرياض على اتفاق ستوكولم تحاولت قوة ومكونات أساسية في إطار الشرعية على اتفاق الرياض أنا كنت سأسألك عن اتفاق الرياض هو ربما المستجد الأكبر في 2019 البعض قال هناك معوقات البعض قال هناك مشاكل في تطبيقها البعض لم يلاحظ وجود عمل مشترك ضد الحوثيين ما أفاق هذا الاتفاق في 2020 بناء على تكهنات تلك الإشارات الموجودة الآن هو نحن نأمل أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون هناك تحرك حقيقي باتقا في هذا الاتفاق هذا الاتفاق لم يعد اتفاقيا اتفاقا ما بين المكونات المنضوي في إطار الحرب ضد الشرعية كان المجلس التغالي القنوبي أو الحكومة اليمنية بقدر ما هو اتفاق يعني الأشقاء في المملكة العربية السعودية باعتباره هم من دعا لهذا الاتفاق وهم الرعاة وتم توقيعه بحضور السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وأيضا بحضور السمو الشيخ محمد بن زايد وشخصيات وباركه العالم أجمع بمعنى أن هذا الاتفاق لم يعد اتفاقا داخليا بقدر ما هو اتفاق يحظى بدعم وتأييد دولي لكن للأسف أنه عملية التنفيذ أيضا وكما قلت بداية رافقتها عملية محاولة تحايل وبدلا من أن تتقه القوات جميعها كما قاء في هذا الاتفاق أن تتوحد كل القوات الموجودة العسكرية وأن تتقه إلى القبهات لمواقهة بليشيا الحوتي لاحظنا القوات أو جناح الإخوان في الشرعية اليمنية يبدأ تمرضا واضحا على هذا الاتفاق ويدفع بتعزيزاته بدلا من أن تتقه باتقاه محاربة الحوتي في الشمال دفع بتعزيزات كبيرة وكبيرة جدا إلى محافظة الجنوب في محاولة لإسقاط محافظة الجنوب مقددان في أيدي القوات الشمالية ما يعني إعادة الحوتي الذي أخرج من الباب من باب المعركة الأساسية إعادته عبر بوابة جماعة الإخوان لحكم لإدارة الجنوب والشمال معا في 2020 هل تتوقع ممكن أن نرى تطور في هذه المسألة يعني المواقف المشتركة الثقة ربما أنا أعتقد قهة المجلس الانتقل القنوبي هناك القلوب مفتوحة وهناك الإرادة متوفرة لتنفيذ هذا الاتفاق ما بقي الكرة الآن في ملعب الشرعية اليمني هو خلال اليومين الماضين تم تشكيل لقنة مشتركة من قبل الحكومة اليمنية برأس مستشار رئيس أحمد عبيد بن دغر وأيضا المجلس الانتقالي الجنوبي برأس الدكتور ناصر القبقي للإشراف المشترك على تنفيذ هذا الاتفاق حسب الآن ربما بدأت هذه اللقنة بتقديم مقترحاتها بشأن تنفيذ الخطوات الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق طبعا الخطوة الأولى لتنفيذ هذا الاتفاق نفذت من جالب المجلس الانتقالي الجنوبي وهي السماح بعودة الحكومة الخطوة الثانية هي تأخرت كثيرا وكان يفترض أن تبدأ بعد خلال أسبوعين وهي تعيين محافظة جديد ومدير أمل لعدن نعتقد بأنه يعني أنت متفائل في 2020 بالنسبة لهذا الشق لا أعتقد بأنه أمامنا حل غير أن تفائل في تنفيذ هذه المهمة لأنه عداها يعني العودة إلى مربع العنف وتوفير المزيد من فرص التمكين لجماعة الحوثي في المحافظة التي سيطر عليها وربما سيتقدم إلى محافظات أخرى في حال استمر التلاعب بتنفيذ الاتفاق في شق يعني بعيدا عن السياسة الوضع الاقتصادي والمعيشي اليمنيين الآن أكثر من 60% تحت خط الفقر هناك يعني نسب كبيرة كأسر جائعة في المحافظات المحررة وفي المحافظات التي تسيطر عليها الحوثيين وهذا تقارير من الأمم المتحدة كيف تعتقد سيكون وضع المواطن اليمني في 2020 وما بعده للأسف وضع المواطن اليمني من سيء إلى أسوأ وقماعة الحوثي مارست كل عوامل العبث في الموارد المالية في المحافظات التي تسيطر عليها وهناك موظفون لا يستلمون خلال 3 إلى 14 عادة راتب نصف شهر وحتى الآن أصبح هناك حالة من لا ندري ما نسميها لكن حالة من الاستهتار من قبل المليشي الحوثي حتى بمصادرة الأموال المطبوعة بعملة جديدة قامت الحكومة اليمنية بطباعتها لتغطية السوق بسبب أن معظم العملة اليمنية السابقة كانت عملة تالفة فأي مبالغ مالية يحصل عليها من خلال عملية البيع والشراء من خلال عملية التجارة من خلال عملية تبادل الدورة المالية ما بين مناطق الشمال تحت سيطرة الحوثي ومحافظة الجنوب التي ما زالت والبنك المركزي اليمني موجود في عدد كل هذه الأموال حينما تصل إلى المحافظة الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثي الحوثي تتم مصادرتها ويتم تعويضهم بما يسمونهم بالريال الإلكتروني على الجنوب للأسف كنا نتوقع بأن فترة ثلاث سنوات أربعة سنوات كافية بأن تبني مضع اقتصادي وأن توفر للناس حياة آمنة خاصة وأن هذه المحافظة قد تحررت وأن فيها موارد اقتصادية كبيرة فيها الموانئ وفيها النفط وفيها الغاز وفيها أيضا للجمارك وهي مبالغ كثيرة للأسف إلى الآن تورد للحكومة ويتم استثمارها أو ينهبها غول الفساد التابع للحكومة الشرعية اليمنية وتذهب إلى القارك في أرصد مالية في القارك وفي استثمارات للأسف الآن الحكومة اليمنية نحن نتحدث عن حكومة مشبعة من أكثر من 38 وزير وأكثر من 270 وكيل وأكثر من 38 أيضا نائب وزير كلهم يستلمون بالعملة الصعبة هناك عدد ماهول وجيش قرار من المستشارين والملحقين الإعلامين في السفرات وكل هؤلاء أقل واحد فيهم يستلم 4500 دولار في حين أن المواطن في الداخل وحتى في المناطق المحررة التي يسمونها جزافة بأنها تخاضعة لتحسيطرة الشرعية وفي واقع الأمر أن الشرعية غير موجودة على المستوى اليمن سوى يمكن نسمينا محافظة مأرب محافظة شرعية فهي شرعية تابعة لجماعة الإخوان لكن الشرعية لا يوجد منها سوى الحكومة الموجودة في الرياض والرئيس عبد الربق منصر هادي وعداهم جيش قرارة موجودون في السفرات وفي الملحقيات وفي قيمون في الخارج ويستلمون بالعملة الصعبة بالتالي مثل هولاء لا يهمهم مصلحة المواطن الموجود في الداخل الذي يتمنى أن يحصل في الشهر على 50 دولار ونتمنى اليمن الأفضل في 2020 كان معي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي اليمني السيد منصور صالح شكرا جزيلا